حملة الوين الأخيرة تسريبات عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشيل عون والنائب جبران باسيل إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ورأى البعض أنه مثل هذه الزيارة قد تغضب حزب الله مما بتحمله في طييتها من محاولة الضغط على الحليف الشيعي في الملف الحكومي غبي وجاهل كل من يسوق بأنه ميشيل عون أو فريقه السياسي عنده إمكانية أو إدراء أنه يتفلته من عقال عبائة حسن نصر الله زيارة عون على سوريا زيارته على إيران استقباله لفلان أو علتان كله يخدم مصلحة حزب الله يحرص حزب الله ومعه النظام السوري ومعه الإيرانيين على عدم تفشيل التيار الوطني الحرب الوسط المسيحي ورح يعملوا جهدهم بالانتخابات النيابية القادمة أنه الحزب أنه التيار ما يخسر لأنه هذه الرافعة الأساسية المسيحية لمأمنة ميشيل عون وجماعته إلى حزب الله في حال ضعفت أو خسرت أو معادة موجودة حكماً يعني يضعف حزب الله ما بتقتصر الزيارة إذن على الملف الحكومي بل هدفها أكبر لتشكل جزاء من المعرك الرئاسي الوجودي المقبلة ما يفسر مشاركة بسيل في اللقاء الدبلوميسي كل الرؤسة الموارنة أو معظمهم خليني أقول بيشتغلوا بولايق بعهدهم أو فكرة التمديد بتورد إلى أزهانهم حتى لو ما ظهروه بعكس العماد ميشيل عون يلي من لحظة دخوله إلى القصر الجمهوري بدأ يعدل عدة لمن سيخلف الرئيس الجمهوري وكلنا بنعرف هوية الشخص يلي عمشتغلوا إذا لم يتمكن الرئيس الحالي من تأمين الخلف قد يلجأ إلى سيناريوات ممكن تكون دراماتيكية وليست كلاسيكية أقل ما شاهدناه من بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة الانتقالية بأيلول 1988 وبالتالي عم يعمل عون على توصيل مرشحه إلى الكرسي الرئاسي مهما كانت الطرق هل سوريا قدرت تدخل؟ إيه قدرت تدخل؟ هل حزب الله قدر يعطل؟ إيه قدر يعطل؟ لكن السؤال هل بإمكان الثنائي نصر الله الأسد؟ أو المثلس خمينيئي الأسد نصر الله؟ قدرين يوصلوا حدا بيشبه بروفيل ميشيل عون إلى رئاس الجمهوري هذا السؤال المطروح بحسب التطورات اللي عم تشهدها المنطقة لا شك إنه القدرة على التعطيل واردة ولكن التعطيل غير كيفي لا يصال بسيل إلى بعب ده موسيقى